فور الوصول إلى هذه المزرعة ومشاهدة ممر المدخل وعلى جانبيه الأشجار ورؤية الزرع يكون المنظر القذاب بوجود الأسماك في أحواض تسمى الحاضينات لتربية الأسماك الزريعة في عملية الاستزراع السمكي بمشروع درويش بن حمدان الفارسي طبعاً أنا أحد المستفيدين من مشروع الاستزراع السمكي وبتلت بالمشروع في عام 2013 هذا النوع من السمك اللي هو سمك البلطي طبعاً تم اختياره مقبل وزارة وليس مقبل المربين الأسماك أو المزارعين وحسب علمنا أن هذا النوعية من السمك هذه يتحمل العوامل المناخية يقوم درويش بتوزيع الأسماك في أحواض صغيرة مع تصفية المياه حيناً بعد آخر ونقلها إلى أحواض كبيرة لتوزيعها مرة أخرى وتجهيزها للبيع طبعاً نشتري زريعة كمية تختلف طبعاً 10 ألف 15 ألف 20 ألف هذه الزريعة تلسماك طبعاً تكون حاجة صغيرة قد وثم نضعها في أحواض الحضانة بداية وعلى فترات طبعاً نقوم بفرزها إلى أحواض الأكبر وما يجعل الأمر دهشة هو تصفية الأحواض واستخدام المياه في سقي المزروعات وتعتبر هذه المياه المصفة من أحواض الاستزراع السمكي هي أكثر فائدة للمزروعات من مصادر المياه الأخرى في هذه الأحواض تتم عملية تربية الأسماك بكميات هائلة أو بما يعرف بالاستزراع السمكي من قرية غيل الشبولة الجديدة بولاية صحار عبدالله بن صالح الريسي محافظة شمال الباطل